طيب. مشاعر جديدة الناس اللي مش مرتبطة فيه مشاعر جديدة شخصي جديد خالص. اوكي? اللي مش مرتبطين. نفس الكاتده صهر في المجموعة الاولى انتو لو مرتبطين فبرضوك مشاعر جديدة بتحسوها تجاه بعض. كلام كويس جدا برو. فيه توازن اما في حالتك العطفية او في حالتك المزاجية. فيه حال التوازن. وانت فعلا يا جزي متزن. فيه عصبية شوية عصبي شوية انما برضو عصبيتك ام يعني منطقية. مش بتعصب بتهور يعني. فانت في حالة توازن. كويس? طاقة ايجابية انا بحس انه لها حاجة يعني طاقة حلوة جدا. المنظر من حوليك الطاقة من حوليك كويسة. مش حاسس بمش حاسس بحاجة وحشة يعني. طيب. فيه دكرة الخسارة. فيه خسارة انه ستقع. الخسارة دي معرفش يمكن يكون الشخص الجديد ده لان انا ما بنليش بعد كده نوايا ايه. وبنلي ده كمان. اه حزن الام فيه حاجة مش كويسة. طيب. مش عايزة اخوفكو بس اللي دلوقتي. وفيه حد داخل عليه جديد. يعني بيطل بيرطبط دي. مش هقولك طبعا لا طبعا. شوف جرب بس عايزاكو تكونوا حذرين جدا. وما تدوش مشاعر. عشان بس شوية الحاجات دي. عشان الخسارة دي. عشان ما تحسش انت خسرت لو موضوع مك منش. انت تفضل في حالة الابتزان بتاعتك. الابتزان بتاعت ما يبطش. خلي قلبك في ايدك. اه اه انا لو سعلم. اه وتشوفوا بعد وتتعرفوا كل حاجة بس. قلبكو في ايديكو. عشان انا خايفة من الكرت ده. كويس. بالنسبة بقى الموضوع التحول او الحاجة اللي بتتغير جامد في حياتكو دي. ان شاء الله هيكون الامفاكت بتاعها او تأثيرها عليك حلو. فيه طاقة دي ده هتديلك طاقة انتصار. طاقة قوة. قوة اللي هو الهانا مفيش حاجة بتكسرني. يعني الدنيا كده تتشقل بتتغير زي ما هي عايزة. انا مبتغيرش. انا مبتكسرش. ده استيف. ده ايس. 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 ده انا شخص ما بتكسرش. ويسعلى كده بقى كل اللي احنا سمعناه ده. الخسارة دي لا ما بتكسرش. بتتعوض ان شاء الله. اه فيه الزعل شوية زعل من الشخص من الحديد ده عايزي ولا يرمني على فكرة. انا مبتكسرش. يعني خليك من اخر كده جامد. خليك جامد. او خليك جامدة. دي الطاقة اللي انت فيها دلوقتي. الحمد لله جاية في وقتها. لو الحاجات دي فعلا صح فها جاية في وقتها. طيب حلقص القرية بسرعة. فيه هنا اساس لحاجة انتحدتها. يا جادي. كمني. لسا اذا شغل. الاحتفال. الناس اللي في حالة مستنيين خطوبة. ان شاء الله الخطوبة دي بتتم على خير. او الناس المرتبطين فيمكن يكون اجازة او احتفال بشيء. في عملية تحول هتحصل. موت لشيء ويحل محله شيء تاني. هروب. افتكر هيحصل بعد المرحلة دي من التحول ده هتبقى محتاج تهرب. مش عايز تواجه. كيه شخص جديد هيحاول يقرب منك. للناس اللي single. الناس اللي مرتبطين فهم برضو حاسين بمشاعر جديدة نحو شركهم. انت في حالة توازن عطفي وزهني ومزاجي وحاجة حلوة جدا يا جادي. انجوي. بس هنا زي ما قلنا فيه طاقة جديدة تدخل عليها. طاقة انتصار وطاقة قوة قوة غير طبعية. وهنا برضو الكارت ده تكرر برضو في المجموعة الاولى في حالك مصابرة. انت شغال على حاجة عايز تكملها. وده تيز اللي تركز عليه دلوقتي. يعني سيبك بقى لو الفصارة هتقع ان شاء الله تيجي بحاجة تفحة يعني وتروح لحالها. خليك انت زي ما انت كده شايفين ركض حصانه ازاي. متحصن وجاهز للقتال مع عندوش مشاكل خاص. زي ما قلنا الشخص الجديد. لو في حد جديد فعلا هيتقرب منك يا جدي. خد حذرك. دي قراءة المجموعة الثالثة. دي برج الجدي. انا مش متابعة الاخبار. فيعني قوليلي ايه اخبار القرية معك الشهر ده. ده له موجود يا حياة في الصفحة. الجوزاء قريب جدا يا لايف حاضر. التورمة اريا كنزة موجود في الصفحة متجل. هاتفيني شو دي برج الجدي. حبيبي مصباح خليفة انت مش عامل منشن انت كتب الاسم بس انا مش رايفة منشن. كده مش هتيجي بعت لها مسيش طيب. كده لما يقولوا لغاية الوقت دي صح. مستية سامة تشكرك حبيب جزي. لا 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 بص يا انا نيرمو هو مش واجع كده. لا بالعكس انا عمال اقول لك بقوة وطاقة وحاجات حلوة جدا. ااا. في عمالين تحويلا بقول لك في حاجةها بتغير. بالحاجة على تتغير. اااا. وزي ما قلتها في خطوبة للناس اللي لسه يعني مدخينة على خطوبة وفي احتفاله وحاجات حلوة. ايه? يعني لا بك مستحيل بك الكراءة بكلها حلوة يعني لازم هيبقى في شوية حاجات كده مش ظريفة. محدش يخاف يا جماعة يعني اعتبروا ان الموضوع اللعبة محدش ياخد الموضوع بجزء. اوكي. لا يا صفية محدش خاف خبته من ايه بس انا مش بعملت خبته من ايه. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. احنا يعني نتوقع دائما الخير وان شاء الله ربنا يبعد الخير متعقوش من حاجة. طب يعني بعد كده ما اقولش الكروت الوحشة ما اقولهاش اسكت. يعني زل انتم عايزين يعملوا اسكت. اه تفضلوا كل الناس خافة ايه. بشكرك يا محمد. طب خلص مش هقولوكم الحاجات الوحشة تاني. اه بشكرك يا عبدالقدر جدا. تيجي نتجوز لأ طبعا هنا لأ عبدالقدر تعالى. لك. اه هسا تقطيع القلب وصر الحال دليل. مش عارف اقولك يا منات طب يعني مش ناخد حضارنا طيب. مش ناخد حضارنا احسن. طبعا هنا هنشوفها بعد اللايب يروح. طب خلينا نشوف المجموعة الثالثة. وكتبولي بقى عايزين يقول الكروت الوحشة ولا لأ. عشان مش عايزة حد يخاف وحد يزعل. بليز. يعني نعمل بوثين كده. بليز الادمنز اللي موجودين راشد واحمد. قلولي كده شايفين ايه. لو عايزيني ما اقولش الكروت الوحشة مش حاول. يا نغمرتي حببتي. حاضر. لا يا اميرة طبعا مش هولها يموت تلك الكلام ده. يا بنتي يموت للشيء. الشيء. يعني ممكن نفقد حد. اه ممكن اه يعني احساس جوانا يموت. النوت ده ليه اشكال كتير جدا بس هيحل محله شئتين. مش موتكو انتو طبعا. يا ريتني ما قلت. طيب تعالوا اه. طيب نشوف الحالة العطفية. طيب الجدي عايز ايه. الجدي متقلم يا جماعة. ولا انا حسايا منطقة الكروت ان شريك الجدي اه. يعني من الشخص ما عندوش عاطفي. مش شخص عاطفي. اوكي. شخص جدي. شخص عملي. هو كده. ما عندوش دلع. ما عندوش الحاجات دي. فالموضى ده مؤثر على الجدي شوية. نفسه في نهاية قلم. متقلم من الموضى ده ونفسه القلم دين فيه. نفسه في طاقة جيدة. يعني تقريبا الموضى ده خلص طاقته. مش حاسس بمشاعر مش حاسس باهتمام. اه شيء من هزا القبيل. شايف شريكو ازاي. شايفو اما انه هو عنده سر. اه او انه هو شخص متلين جدا. كوي? الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يتدين اكتر واضح ان هو متدين فعلا عايز يتدين اكتر عايز يقرب من ربنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر نفسه في ايه؟ شكله مستني فلوس او مكافأة اقول مستني فلوس من حد مستني مكافأة ما هو واضح ان هو فعلا تذكيره كله دين مادة يعني اوكي دي الحالة بتاعت الشريك يعني بس هو شايفك ازاي بقى شايفت اه عشرة طويلة او حد قواب منه جدا ويعرفه من زمان وما بيشوفش منك لكل خير الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا هي الطاقة جاملة واضح ان الشريك شخص اه يعني مش مارن مش شخص عاطفي مش هو مانسي عملي اكتر شخص طيب الفترة دي فيه شوية اضطرابات اضطرابات نفسية على اضطرابات اه ذهنية انه مش حل بس اه في حاجة هتحصل يعني الكارت دا للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز ده اتمام زواك الناس متجوزين ده حمس اوكي اللي دا ولا دا ويعني عندهم مولاد وخلاص مش هجيبه ولا التاني فلا اكتر طباط قوي انتو حبوكو يمكن مش واخد شكل الرومانسي اللي كان الجدي دي يتمنى او المعاملة اللي هو كان نفسه يتعملها لكن حبوكو غير مشروط يعني مش لازم يعملني كزا عشان احبه فهمين قصدي ايا كان شكلك ايا كان طبعا فشريكك بيحبك فده حب غير مشروط حاجة حلوة جدا بس انا عايزة الجدي او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه هزا البورس دا او الكائن حلية صغيرة دي ده شخص قريب منك وبينصحك نصائح هدامة هدامة واحنا عاكين طبعا ان شاء النصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي اه وبيعملك كده ليه هو بيعمل كده ليه هو ليه مش بيعمل لك كده هي ازاي ما بتعملكش كده الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش ده فانتبهوا للشخص اللي جنبكو ده اللي عامل ايه من يزنكو ده